من أهم تعديلات اللي هتصدر اللي احنا مفروض عايزين نعرفها كويس في المدى 39 انه ما يخص التعديل ما يخص اللجنة القضائية وانه هل القنصل المصري هو بقى اللي هيقوم بالإشراف على الانتخابات ولا السفير بما انه وفقا للقانون لابد ان يكون قضائيا لكن ممكن ان يصدر برسوم آخر بعد كده انه هو يعطي في هذه الفترة سلطة قضائية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لكن برضو عندك مشاكل تانية اه ايه بقى المشاكل هو ده بقى لانك اتجاه لحضرتك في انه لا احنا الاول مرة طبعا احنا سعداء جدا بالتجربة وان شاء الله كل مرة هتبقى احسن من اللي قابليها ولكن الاول مرة بنمر بحاجة زي كده والاول مرة حتى السفارات في البلاد بتمر بحاجة زي كده السفارات المصرية بتمر بحاجة زي كده تتوقع ايه المشاكل او ايه المعوقات اللي ممكن تقابلنا في فكرة التصويت من الخارج شوفي حيديك يعني مثلا الولايات المتحدة امريكية فيها سفارة في واشنطن وفيها قنصولية في واشنطن وفي قنصولية في سان فرانسيسكو واظن برضو في نيويورك تلت قنصوليات او اربعة يعني في دولة واسعة جدا انا عشان ساكن في فلوريدا من تحت عشان اروح اصوت هاخد الطيارة اوصل لواشنطن او اعرب قنصولية ليه وارجع تاني على حساب مين على حسابه الشخصي طبعا طبعا لكن هو بيقدي عملية وطنية ممنوع ان كنت تبعتيها بالبوست لان هو كانوا يفكروا برضو في وضعات العدل ان هي تطلع قانون انك ممكن تبعتي لكن دي هتفقد السرية لان هي لابد ان يكون هناك سرية فيها مش اي حد يروح فاتح واه يرميه او يخليه او غير ذلك فهي دي الصعوبات لان الناس كلها مصريين في الخارج مبسوطين وعايزين يشاركوا يبقى احنا نطلب تسهيل الاجراءات او توسيع الاماكن اللي ممكن يطلب اصواتهم يعني هو ده المطلوب ان احنا بنطلب نقرب الاماكن اللي لهم شوية اه ما نصعبهاش عليهم ما لا في الصعب لكن هي يعني ايه حتى وفود من القوصريات يبقى في يوم معين في هتة مثلا في اماكن معينة في كل الولايات اذا كنا بنتكلم عن الولايات المتحدة الامريكية اذا كنا بنتكلم عن اي بلد لا السعودية برضو السعودية الوصولية في اتنين حتتين تلاتة برضو وفي المصريين يعني مجموعة كبيرة موجودة هيسافر ويروح ويرجع وهو رجل رايح يعمل ارشين ففي هذه الحالة هتقوله كمان اوصل ادفع على حسابك كذا يقول له خلاص بقى ده هيدفع على حسابه هياخد اجازة من شغله هيعمل حاجات كتيرين لو مرضيش بتاع شغله اه مش هيقدر يروح ده بالعكس ده فيه ناس في الغرداء هنا طبعا في الغرداء من ولادنا اللي بيشتغلوا هناك وهم من سواك اه او من من اسكندري هياخد برضو حاجاتك قلت اصابت النقطة مهمة جد انه هياخد اجازة من شغله هناك عشانه يصوت طبعا عساب مين معايا حاجاتك ما دي جزئة مهمة فاندم كنت عايز اتكلم مع ذلك فيها بس عايزين برضو الاول ننوه عن انه الموقع اللجنة العالية القضائية العالية للانتخابات اتاح خدمة معرفة اللجنة الانتخابية ورقم الكشف بالنسبة للمرحلة الاولى والتي تشمل محافظة القاهرة فبالتالي على المصريين طبعا اللي جوه القاهرة ده لازم انه هم يخشوا يرافوا رقمهم ورقم الكشف وكمان على المصريين في الخارج اللي محل الاقامة عندهم في الرقم القومي في القاهرة انه هم كمان يخشوا يشوفوا لانه العملية بيتم توزعها حسب محل الاقامة زي ما الدكتور كان بيقول فيا اما تتوجه الا لو انت في الخارج هتصوت بالالية اللي هنرفع في الايام اللي جاية الجزئية دي يا فندم يشترط الباسبور والرقم القومي لا يكفي انك انت تبقى عارف الرقم القومي بتاعك او الصورة منه بالنسبة للمصريين في الخارج واي اسبات شخصية ما هو لازم نساحل افرض انك انت النهاردة في الولايات المتحدة ولا في كندا ولا في امريكا ولا في انجلترا ولا في اخلافه ومعك الباسبور سايب الرقم القومي في القاهرة فتجيب الرقم القومي صورته او رقمه وتدخل يطبقه ده بالكمبيوتر ويبدأ التصويت فيها يعني لابد انه يبقى فيه اسبات شخصية تسهيلا يعني ينفع الباسبور بس اه لكن مع انك انت خرجت الرقم القومي يعني اللي ما خرجش رقم القومي قبل 27 و 29 ما ينفعش باسبور بس اذا عندك رقم قومي ينفع تصوت ولو ما تعرفش رقم ويبقى ما ينفعش تصوت يعني كل هذي الكلام وفي نفس الوقت برضو الوقت انا مبارح شايف برضو مساعدة مهمة جدا انا سعيد جدا بممارسة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية حقيقي دي طربة مصر بهم لان كلها هتا خلاص بقى نسيت مصر لزا ما فيش حاجة حد بيسأل علينا ده احنا ما بروحش للسفارة ده احنا ما بيسألوش علينا لكن لما تطلع بقى انك تصويت سياسي وانا يعني احنا انا كنت عضو بمجلس خامل من حول الانسان وكنا بننادي بهذا التصويت ده مهم جدا تحقيق سياسة للدولة يعني لما صح الدولة مش لفصحة الفرد لما صحة مصر ان الناس تلمح حواليها وفي كل انحاء العالم لكن النهاردة هيجيلك منهم خبرة هيجيلك منهم خبراء وغيرها في هذه الحالة يبقى كويس فانا اتصور ان هو تسهيلاتي اللي موجودة دي بصرفها مبدئية وكانت مجرد طرح حكم المحكمة فترة بسيطة انهم عمروا ده كله يعني كثير من الناس قالك دي مستحيلة مش هتحسن مستحيلة يعني حتى لو عايزين هتحسن هتلحق لكن النية والمصريين يعني يجدعان في الانجاز اتصور ان هي دي خطوات هيلة وتستمر والناس يبقى مصر قلبها لبعضها حضرتك شايف استاذ نبيل انه هل ممكن يكون في تصور اخر لإدارة عملية التصويت من المصريين للخارج يعني افكار فكرة في اي افكار عند حضرتك تحبك اه يريد والله يريد انا نفسي ان احنا نجد نظام الكتروني للتصويت من الخارج بحيث ان هو طبعا ما احناش اول دولة من الناس بتصويت لنا في الخارج لكن لابد لكن برضو ده بيلاقي نفسه قدام سرية التصويت يعني برضو انا سألت فيه هدية فقالك سرية التصويت طيب وما تبعب الالكتروني يبقى تكشف انت عايز ايه ولا فين ولا داي لكن برضو لابد ان نسمح ده بالعكس تصوروا بقى ان هي لو الالكتروني متزبطة ليه نحن حتى في مصر في البيوت بدل منزل وقف في الصف هعمل تصويت الالكتروني على الحتة اللي انا فيها رضا دي يا ريت يا فندم لسبب رئيسي ان احنا لغاية دلوقتي مش عارفين الموضوع هيتم ازاي لانه طبقا للعمليات الحسابية لو احنا ماشيين فعلا بنظام يباني وكل ناخب في عيخش في ثلاث دقيق فاحنا بنتكلم في امتين بني ادم في اليوم واحنا بنتكلم على انه الصندوق الف فاحنا عندنا مشكلة في التنمية مش عارفين ازاي ده بقى ازا زودنا موضوع التعطيل فاحنا برضو اه وباي ما حدش يقدر يقول على الالكتروني ده ممكن يتغش فيه او خلافه هناك ضوابط يعني ما حدش او ناس في تكنولوجيا وفي تقنيات تحمي ناخدها من بره اه يعني في هزي الحالة يبقى احنا ماشيين صح في ايه 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 يبقى شارك ناس في البيوت واحد عيان واحد مش قادر يمشي مسنين خلافه اه برضو زو احتجات خاصة انا مع هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله استاذ نبيل استاذ دكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق الزقزيق سابقا بشكر حدرتك على وجودك معنا النهاردة وانهار حدرتك سعيد واسمح لي اخذ من كلمة حدرتك حاجة واحدة وهي انه ياريت كل المصريين تحب بعض واريت نخاف على بعض عشان بجد يبقى فعلا بقرأ احنا مشاهدين دي كانت فخرتنا برضو منحب نفكركم برة تانية اللي ملحقش يشوفنا ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة ومكان العين رقم ثلاثة بالانجليزي وممكن يتوصل معنا على تويتر نهاركسعيد اد تويتر دوت كوم وعلى الفيسبوك جروب بتاعنا نهارك سعيد فخرتنا اللي جاية بعد الفصل هتكون عن الاضطرابات وصراع العائلات في الصعيد تابعونا